بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ شاء الله طيبين أنا وعدكم أني أنجزل وصفات الرمضان الكريم الله يبلغنا وياكم الشهر على خير يا ربي هذه تمرة العجوة تمرة المدينة لازم تكون على السفرة لازم يكون نوع شربة ونوع أو نوعين أو ثلاثة نوع معجنات إحنا كثير نحب المعجنات مع أشياء ثانية ممكن مكرونة ممكن صواني أشياء بس يعني الشربة والمعجنات السنبوسة بأنواع حلبوف وسنبوسة مثلثات وإذا فطاير لازم تكون على السفرة وعندنا الشربة المهمة شربة القمح الحب وشربة الشوفان هذولا يعني أهم شي عندنا طبعا الحين صاروا الجيل الجديد يحبون يدخلون معاهم أنواع خضار أنواع شربة خضار هذي شربة خضار مع شوفان رائعة يعني حط وهذا الفيمتو شراب التوت هذا لازم على السفرة مع القهوة العربي والتمر أول ما يؤذن نشرب القهوة مع التمر ونصلي وبعدين نشرب الشربة والسنبوسة وعادوا باقي السفرة والحلويات رمضان وإن شاء الله كل المدة أنا أجزلكم شي هذه المعجنات مخبوزة خبزة بالفرن مش مقلية لكن بصراحة رائعة طعما وشكلا وبعدين مرة عملها سهل الحين نشوفها كلها مع بعض باللحمة دائما نحن رمضان يعني نفضل اللحوم اللحم الأحمر لحم غنم أو عن الدجاز يعني الدجاز قليل الطبقة الرئيسية العشاء هو السحور هو اللي نحط فيه كبسة نحط طبق رئيسي يعني عكس الناس ما عرف كذا يعني أو بعد السحور بساعة ساعتين بعد الفطور قصلي بعد التراوية هذا الخضار اللي حطيتها هذه الابهارات والثوم والطماطم والذرة وهذا الشوفان وزيت الزيتون وصدور الدجاج بطاطس وقرنبيط اللي هو الزهرة وجزر كوسة ذرة بصل ثوم كله مكتوب هنا عندكم انقطعه صغير صغير أو مربعات أنا قطعته والله في الآلة اللي تقطع فطلع عندي كله زي بعض نقص للخضار هذه كوسة وجزر وبطاطس نغسلهم ان نشفهم بعدين عملناهم بالآلة وهذا القرنبيط وهذا السيلاري الامريكي اللي كرافس صراحة ممتاز يعني اللي مع الشربات رائع الحين أي نوع ما عندكم الغو ما في مشكلة ممكن نتعطوهم بدل السيلاري كزبرة خضرة بقدونس اللي تحبون هذا صدور الدجاج غسلناها بالخل نقطعها مكعبات مثل ما انتم شايفين مو مرة صغيرة ولا كبيرة نساخن زيت الزيتون نقلب البصل لما يذبل نحط الثوم تطلع ريحته شوية نحط صدور الدجاج نقلبهم شوية ياخذون لون بس ما يحمرون بالمرة نحط لهم الفلفل الأسود والكمون والكزبرة القرفة الكركم الملح نقلبهم يتشربون نحط لهم موية يعني هذي شربة موية كثير نغطي لما تغليها إذا غلت تماما الحين نستنىها تغلي ما تطول ممكن خمس دقايق سبع دقايق لما نغطيها بسرعة تغلي نحط لحين الخضار بس تغلي نحط هذا السيلاري الأمريكي والقرنبيط كله نقطع صغير صغير الجزر والبطاطس والكوسة يعني بصراحة شربة مو بس صحية شربة لذيذة بالمرة واللكويكر اللي هو الشوفان والطماطم يعني كل المقادير نزيدها موية نغطيها على نهر صغيرة نص ساعة يطلع الطعام ويعني رائع بصراحة تتسبك مع بعضها ويطلع الطعام الحي نزيدها شوية موية لاني حسيت انها ثقيلة نضبط الملح لانو من الأول ما نحط ملح كثير ننتبه ونحط الثرة آخر شيء بعد ما نحط الثرة نخليها خمس دقايق الثرة ما نحطها من الأول نصير قاسية بعدين نصير زي العلكة ثعلك الثرة فالذرة نخليها آخر خمس دقايق لانها مستوية جاهزة في العلب شفتوا زدنا شوية موية وخلص جاهزة الحين العجينة طحين وبيضة زبادي حليب بودرة اذا ما في حليب بودرة عجنوها كلها بالحليب السايل شبت اللي هو دشبنت مقدونس كمون وكزبرة وفلفل أسود وملح وخميرة حبة سودة بيضة وحدة لحمة مفرومة وبصل وبهار العيش احنا عندنا شيء اسمه بهار العيش مجموعة بهارات يا نسون وشمر ومحلب ومستكا مجموعة بهارات تعطي طعم حلو للمعمول والكعك والعيش اللي ما عندو يلغي ما في مشكلة حطوا بس شوية شمر ناعم مع الحبة السودة الحين في وعاء العجين نحط الزيت نحط البيضة نحط الزبادي اللي هو الروب اليوغرط نحط الحليب البودرة نحط الحبة السودة الخميرة البكينج بودر بهار العيش اللي قلت لكم عليه والملح نخلطهم شوية نحط لطحين نحط شوية موية نعجن تمام تمام لما نحصل على عجينة متماسكة نغطيها ساعة هنا الخميرة لازم تكون قليلة نصم العقة صغيرة ما نبغاها تنتفخ كثير زي الفطاير عشان كده حطيت بس نصم العقة صغيرة للكوبين كوبين الطحين فما نحن ما نبغاها زي الفطاير عشان كده بس نصم العقة صغيرة شايفين نحطها في وعاء مدهون نخليها ساعة ترتاح في هالوقت نعمل الحشوة نصخن شوية زيتون نقلب البصل لما يذبل شوية نحط اللحمة المفروم نقلبها لما تنشف تمام تمام نحط لها البهارات كمون وكزبرة وملح وفلفل أسود ما يبغلها بهارات كثيرة طبعا اللي يحب يحط يحط بس يعني إحنا كده هي السامبوسة ما نحط فيها بهارات كثير تعلمنا كده يعني من كلها بعضها نحط لما تنشف تمام نحس إنها خلاص ما فيها نطبط موية نخليها تبرج إذا بر تمام نحط لها البقدونس والشبت خلاص الحين عندي جاهزة للحشو شايفين مرة مرة لذيذة بصراحة رائعة وبالفرن يعني سهلة الحين عندي هذا القالب على شكل مثلث أنتوا أي قالب تحبون نص دائرة أنتوا تعملونها بإيدكم تحطون الحشوة والضفرون كله يصير ناخد قطعة من العجيم والسديرة نرقها خفيف نحاول ما نكثر في الأطحين وإحنا نرق عشان ما صد ناشفة نتتغير بعدين مقاديرها نحن نحن هذا القالب الذي قلت لكم عليه المثلث يعني أنا عندي قوالب كثير بس كل واحدة أحبت أنها موديل نلبسها بالقالب ونحاول ندخل أصباعنا جوا كده عشان يعني تصير كلها من جوا لاص قال العجينة بالقالب الجوانب ندهنها خفيف بالفرشة بالموية نحط ملعقة من الحشوة نقفلها تمام تمام ونشيل الزايد نحط على صينية لما نخلص من الجميع نكمل طبعا نفس الخطوات ندهنها صفار بيض صفار بيض نخفقهم تمام تمام وندهن الواج في صفار البيض نسيت تركت صفار البيض في المقادير بس يعني شايفين واضح صفار البيض يعطيها لوم مرحل ولمعة ممكن تحطول لها نقطة خل اللي يحب حطيتها أنا الصينية دخلتها عندي الخبازة أديسون الكهربائية سريعة ما عندكم فرن عادي بالضبط حرارتها عالية نحط من تحت بعدين نفتح الشوايا من فوق بس بس هذي عشان جنبي وسريعة شايفين ندخلها في الفرن أبدا دقايق وهي مساوية هنا في شباك بعد هو نطل عليه ونحمر شوية من فوق ومع الشوربة ولا أرد لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب كل يوم تعال وإن شاء الله حين يبتدي طبخات رمضان ترجمة نانسي قنقر